ترك وزير الصحة حمد حسن مهمة الأعلان عن قرار إغلاق البلاد للمجلس الدفاع الأعلى الذي يجتمع غداً في بعبدة. حسن وخلال اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة الكورونا في السراعي الحكومي أرض المعطيات لدى وزارة الصحة التي تحتم الإغلاق التام لمدة أسبوعين متتاليين. فيما منظمة الصحة العالمية أوصت بالإغلاق لمدة أربعة أسابيع متتالية. علماً أن هناك معلومات تحدثت عن إمكانية التشدد بالإغلاق في بعض المدن الأساسية بالإضافة إلى أحياء من بيروت كما في المناطق التي تشهد ارتفاعاً بعدد الإصابات بالكورونا. قدرتوا تقنعوا بالإقفال؟ حقيقة أنا كان كثير واضح. تقنعوا بالإقفال؟ هني مقتنعين. يعني هاي التفاصيل كلها اللي أحط فيها من عدد الأسرة، من عدد الإصابات، من عدد الوفيات، من قلة التزام الناس. تبين بالمعطيات أنه العدد قليل من البلدات اللي خفيها عدد الحالات. مشين هيك كان المطلب اليوم. قبل مدة الأغفال هو إنجاح هذا الأغفال. نحن نوصي، نوصي يعني أوقات بيكون كلامنا ما بدي يستفس حدا. بس أنا عم بقول أنه المنطق بيقول الأغفال إذا عطى نتيجة إن شاء الله كمان بيكون في عودة تدريجية إلى الحياة الشبه طبيعية. وليس فتح بالمجمل لأنه هاي آخر فرصة بتنعطانا. مش كل مرة فينا نحن كحكومي أو كمجتمع يتحمل هيد الأغفال. لما أنا مثل ما وصفته هو شر لا بد منه. للأسف لحقولة أنا على الهوى مباشرة. معطيات وزارة الداخلية بآخر فترة بآخر ثلاث أسابيع عدد سكان لبنان صار عشر مليون. شي يعني صارت البلديات تعطي بعض البلديات تعطي أرقام مقيمين أضعاف اللي مقيمين عندها لحتى ما يصير في إقفاله. بالنسبة للقدرة الاستيعابية للمستشفيات لا سيما بعض الضغط التي تتعرض له بيروت وكسروان والمتن. كشف وزير الصحة أنه تواصل مع مصرف لبنان لتحرير جزء من حسابات المستشفيات الخاصة بالدولار لإنشاء أقسام خاصة بالكورونا. اليوم مضيت 80% أو 85% من عقود المستشفيات لعام 2020. يعني لح يقبضوا خلال هذه الأسبوع. نشدتهم يجوا اليوم هن يمضوا ويدفعوا الرسوم المالية لحتى يصار إلا دفعهم. لح يقبضوا ستة شهر 2020 وهن يقبضوا كل 2019. حكينا مع حكمية مصرف لبنان يحرر جزء من الأموال من الدولار المجمد بالمصارف لصالح المستشفيات الخاصة لإنشاء أقسام كورونا. رسالة مباشرة لحكمية مصرف لبنان ليحرر 200-250 ألف دولار لكل مستشفى خاص لحتى يفتحوا 10 إلى 12 سرير. إذا قدرنا حققنا هذا الهدف ما نكون مع رفع نحن نرفع 100 سرير تقريبا لمستشفيات الحكومية من أسبوعين إلى أربع أسابيع. هنكون لدينا 100 سرير إضافي. أما بالنسبة لزيادة القدرة الاستيعابية في المناطق فأعلن حسن عن هبة قطرية. تشكر مباشرة دولة قطر الشقيقة. قبل ما فوت على الاجتماع بلغني سعادة السفير القطري بيروت سعادة السفير محمد الجاسم أنه توافق على طلب قدمته تقريبا من شهر ونص لإنشاء مستشفىتين ميدانيتين. واحد مستشفى ميداني بصور مع 500 سرير ومستشفى ميداني بمنطقة شمال طرابلس كمان بأمننا 500 سرير. ونحكى بالاجتماع مع معالي وزيرة الدفاع إلى تحويل المستشفى الميداني بمستشفى الروم بين الانفجار اللي تقدم والمستشفى بجعي تاوي بمستشفى جعي تاوي كمان هوا تقدموا من دولة قطر مشكورة بمساعدة الجيش والتجهيزات اللي توفرت للجيش بعد الانفجار أنه قد يكون هيد في حل بالإضافة للي شفناه مثل مبادرة الوزير أبو صعب بالمستشفى الليبناني الكندي إذن من المتوقع أن يصل عدد الأسرة في المستشفى الخاصة والحكومية إلى 1200 سرير خلال 15 يوماً أما عدد الأسرة في العناية الفائقة فإلى 450 سرير ليبقى الأهم الالتزام بتطبيق الإقفال التام لا سيما أن القطاعات الاقتصادية والصناعيين يتخوفون من خسائر إضافية ترجمة نانسي قنقر